أنا دايماً بقول أن أهم حاجة في الفيلم بدايته ونهايته فهتلاقيني دايماً في أفلامي وههتم بتتر البداية وتتر النهاية اللي في النص ده بقى حشف يعني ربنا بيرزق في مين شمال أي حاجة بنحشر حد ما نوصل لنهاية الفيلم نفسي أفهم ليه يشتري مجلة بكمية الفلوس دي يكونش يا جماعة أحمد فهمي ده قريبكم وبيدور هو كمان على الكنز بس يا هبل انت قربنا ايه طبعاً مش قربنا ايه الثقة دي يا بنتي ده انت لست عارفة من يومين انها بنت عمك أنا عايز أعرف هو أشتري العدد ده ليه وهناخد منه العدد ازاي سيبوا الموضوع ده علي أنا لا موضوع النقد ده ما بيداقنيش خالص إلا لو حد عليك سيد أحمد سيد أحمد معلش معلش ثانية واحدة بس من وقتك ثانية واحدة الله يسهل لك يا بس فقول لك أنا موضوع النقد ده اللي انت بتعمله ده يا فنان وانت مش شحات؟ لا أنا مزيع وبعدين انت بتقول لي الشحاتي انت شحات انتوا ايه الجبارقوت اللي انتو فيه ده لما أخذ باشي انا ما خدتش بالي أستك لابس جلبية ومش مسك مايك فبتكرتك يعني شحات انت صح بسرعشان كنت جاي جاري بس عشان الحاج ممكن يا جماعة مايك زي ده مايك زي ده هتده لكو بعدا ما نخلص على طول طب معلش احنا كده كده على الهوى يعني مفيش مشكلة القناة ايه الاول؟ معاك واهدان واهران روحت اخسارة من القناة التسعة للصعدية الفضائية اهلا مستوى الفاند فضل اولا مبروك طبعا على المجلة ونقول لك ربنا يديك خيرها يا رب ويكفيك شرها ونحب نعرف يعني ايه سر اهتمامك بمجلة ميكي لا الحقيقة المجلة دي انا مش شريها لنفسي انا شريها لابن صديق عزيز عليا جدا اعتقد ان دي احلى هداية قدمها له في ادمير ده بس انا رأيك كنت ممكن تديله المية وخمسين الف جنيه جيب بيها اللي هو عاوزه وتسيب لنا احنا المجلة دي لا 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 هي الفكرة مش في الفلوس يعني القيمة مش في الفلوس القيمة في المجلة ذات نفسها انا عايز اعلم الولد ده القيم اللي احنا تربين عليها في مجلة ميكي يعني يمكن احنا تعلمنا في مجلة ميكي من ميكي نفسه الشجاعة اتعلمنا من بطوط الصبر اتعلمنا من عصابة القناعة الاسود العمل الجماعي اتعلمنا من زيزي زي ما تقول كده الاغراء العفيف زي 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 وهندروستوم والجيل الجميل ده بس محدش هيستصر على زيزي دي دي خيام احنا نحب نورسها للجلء اللي ما شافش مجالة ميكي خيام ايه يا عم سميل وشعير وبيض انت بتعمل الرجل العناب وبرات العم انا تشمال الشجل اتفضل يا بيت فضل بس احنا عارفين انك ومجموع من الفنانين معزومين على حفلة ايد ملاد ابن صاحب القناة اللي هانتاج لك برنامجك الجديد وحاجز لك قوة كلكو في الفندوق والله هو الاسهر ايه يا سميل العزيز اللي بتعمل ده انت بتفضح الفنان قل له لا بسمحلكش بسمحلكش معلش بقى يا فنان عايزين خبر حصري اللي القناة السعدية الفضائية هو فعلا كان فيه خبر ما كنتش حابب ان انا اعلن عنه في الوقت الراهن بس انا اقول وهو حصري على القناة بتاعتك انا الحقيقة العيد الجاي ان شاء الله تلع انا وصحابي شرم الشيخ لا انا مش قصدي كده انا قصدي مش داخل سينما قريب لا داخل سينما ان شاء الله قريب مع نفس الشلة اللي هتبع معي في شرم الشيخ او ما نرجع هنخش فيلم محمد امام يراهن بستي ستارزة او جالاكسي حسب يgrund ما شاء الله ما شاء الله احنا دلوقتي معنا الفنان ع isolated فاهم وبنادعيل Zhu وبنقولوا ان شاء الله يارب تلاقي تيكت وتقعد في مكان حلو ان شاء الله في العيد واستنوا احمد فاهمي في سنما جالاكسي او سيت ستارزة ايه ااه او 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 يعني مش عايزها تتكلمي او متكلمتيش هنفضل نضرب فيها لحد الصابح وهتتكلمي مبتتكلمش يا باشا من سنة 82 80 وهي فقدة الصوت مفيش صوت خالص هتتكلم ايه تكون انا موت طب انت ليه مش عايزة تتكلمي وتقولي هم فين والله العظيم يا سعد الباشا انا كل اللي عرفه قلت لحضرتك مش مخبية عليك حاجة انا معرفش هم فين ما انا لو هعرف هقول هو انا يعني كيف هتضرب بصي بصراحة كده حدوتة ميكي والكنز والكلام الفارغ ده مش واكل معايا والمصحف الشريف يا باشا هو ده اللي نعرفه ده كل حاجة عندي كل كلام عندي شوف بقى حضرتك عايز ايه وانا اعمله لك تمام بصي اه ما تخفيش ما تخفيش ما تخفيش انت هتكلميهم في التلفون ده تعرفي مين هم هم فين وتقولي لي وانا وعدك محدش هيمدي ايده عليكي خالص 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 مالس ده ما تقول كده باشا من الصبح يالله اتكلمي الو بيت يا شرياء انت فين يا بنت الكلب خلاصي يقول انت فين يا بيت انا ممسوكة في الاسم ومفيش حد ما درمش فين يا تاري الدار ما الله يقلب بيوتكو اي موطوني الحقير يا شرياء خالص خالص الو مساء الخير معاك المقدم نجيب الرحل اسمعني اللي انتو بتعملوه ده ما فيش منه اي فايدة وانا كده كده هقبض عليكم روقوها طب يا ساعة الباشا هو كله درب درب ومال فرق فيه انت عايزة فرق تظري طب ما فيش فرق قوي الي الله اخدوها ونبيه اسعدت الباشا انت بسمي ايح خدوها ابوس ايح ده كاسعات الباشا kidnaم قيل انا مارتكبتش اي جرائب يا سعدت البASHا 内 shooting حببت يا خالتي زمانها مت مموطة في الاسم انت خايفي على خالتك من الاسم ده احنا نخافي على الاسم من خالتك يا بنتي هيسألهها سألينوا هيروحوها ما ليش شرهين لمتز عليش بجد انا كنفسي سعيدة بس انتي عارفة مفيش في ايدينا حاجة نعملها امت بقى يا رب نلاقي الفلوس عشان تنقذنا من القرف اللي احنا في ده هيا سيف عارفت الحفلة فين؟ بكر مش عايزة فتح معرفش ما بقوش يجبوه ليه سيف احنا مش بنهزر دلوقتي بدور علي بس فتح صفحة تانية مش لها اي لسه ولا هاني ما تيجي قط وشوف المصيبة اللي احنا فيها دي استني يا شوشو خلص المصلحة اللي في ايدي دي يعني ما عملتش كده خالص لا طبعا عملت انا شاب وقعد واحد وبيت كبير وابا مسافرين على طول انت بتجذب على فكرة اوه والله العظيم بجذب ايه ده انت صريح اوه والله اوه وعملتش حاجة قبل كده صراح وفتجذب اوه والله العظيم انت غريب اوه على فكرة بس طيب طيب جدا وربنا هيكرمك الله يكرمك انا بقى حققلك اللي نفسك فيه من زمان ايه بقى هتعمل ايه انا هجبلك اتنين يا اوه انت ايه بقى مصحب ايوه ايوه عشان تعود اللي فاتك انت فاتك حاجاتك ايوه مش هجبلك لسه واحدة تقعد تحبها وتقول شعر والكلام ده طيب بلدينة موكرمك بلدينة ايه بس على فكرة انا من القاهرة طيب اقولك ايه قولي الزني بركات ايه صعب على لسنك اه اه قولي حج سعيد ماشا حج سعيد اقمر اقمر ممكن يبقى ثلاثة بس عرفت انت مش هتستحمل ثلاثة مش مهم اولا هتموت ايه هموت مشكلة بس عملت كده ده ما عصدش اي حاجة وانت بص ايوه يا فرحان اوي يا حاج سعيد خلاص هكلمهم لك ماشا طب اسمح صوتهم بس ماشا بس يا رب يكونوا حرجوا اصلا خرجوا من ايه اما محبوسين لا محبوسين ايه خرجوا من البيت اصلا ابوهم بيافش عليهم فما بيخلهمش ينزلوا يعني متقرد ابوهم حبسهم يعني بس الطمين ابوهم مات مات اما هو عارف بقى بناتوا بيعملوا ايه بس عاير مات وعارف عاش راجل ومات عارف بالزبط كده اوه بس يلا خلمهم بكام بقى دول دول تلاتة يبقى تلات تلف دولار هم اجانب لا مصريين طب ليه دلار ما عاشي والقبضة يبقى معايا ماشي ما هدريلك بس ليه دلار عشان الفلوس دي بتروح لناس محتاجة في امريكا فا ما يعني الخير هيروح مع الزمد ببقى كله بالزبط واحنا نبقى تمام واحنا في التماث ماشي طلو بقى تمام اه اتشالله بيقى الترويزة بالفرقة ماشي بس ما تعملش بقى اي صوت عشان ايه من ماشي بس اسمع صوته ماشي بس بقى اش حاجة عشان هم مش عارفين حاجة ماشي خيالي هيساعدنا ماشي تلايتها الحفلة في الكونرد طب كويس ايوة يعني احنا نعمل ايه بقى هنتصرف يا سيف طب المشكلة دلوقتي ان احنا مش معانا فلوس هنجيبه هدوم من اين نيلي انا بيعاش معايا فلوس بس ممكن نستلف من شريف بس نرجعهم لقول ما نلاقي الكنز ان شاء الله شيكو شيكس هلو ايه مصطورة لا مصطورة انا عايزها مفضوحة انت تفضحها بقى انا واحد ساني واحد ساني واحد بقولك ايه انت نسيت الولاعة بتاعتك معايا اه اه بس احنا يعني تمام اه لا ملناه ملناه ايه شيكو اعيز ايه سينا بيجبناه ما تتاخريش بقى ماشي يا الله سلام شيكسو ايه حبيبي اعيز ايه عايز فلوس انت عايز تجيب انت كمان اجيبي ماشي هاتل بزود له خلوم خمسة يلا تبقى مرياطة بقى اه بنجيب ايه اللي بنجيب فراخ فراخ ايه دي دي بيجبه فراخ الشامورت فراخ الشامورت اه يائم انتبقىش فيها هريش عند الراقه بل ايه ايوا دي بجانبه جلسة مستقلة اوى ايوا انا بقى عايز فلوس ايوا انا اعمل ايه لا شي انا معي اثنين شامورت عاديني هنا نحلين هو ابري طب هيا الفلوس كلها هتروح عند حاجة سعيد اعمل ايه حاجة سعيد مليه الحاجة سعيد هالفراخ بقول لك ايه الفراخ بتلبس هه اه لا لا انا بقى ان نحل ديهم يلبسوا خليوني يجوا ينسله ايوا يا عمي ييجو فين؟ هات فلوس ولا مطلع عجيب انا من فوق انا عارف طرق الفلوس عارف امك بشي الفلوس بقول لك يا كابتن احنا قدامنا ان شاء الله هديه ونوصل بالسلامة طرق بشارق الدلتا بقول لك يا كابتن مش انت الطيار ايه انا الطيار بس اراك حلو جدا مرسول مفيش فيلم بقى تشغلو لنا كده ولا اي حاجة فيلم ايه انا شغلك فيلم انا بحق بشه تفرج على فيلم ايه يا فاندم هتتتفرج على ايه ايه اي حاجة اي حاجة لو أولا انا بس، ابقى حية حاجة ابقى حية حاتث حالك انت مالك النهاردة فيه ميش هموت مالك فيه انت بتلبس الاخدر وميش عبدا حسابك اطلع على هاتلي فيوس اطلع لا تلك حاجة اه زاوه سلطة اه زاوه حاجة ولا هاني ولا كاي صحبك ده حبيت قوي ده فلا اه ده ما حدوش اي خلفين عن اي حاجة طب اقولك الحاجة